بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله ومن ولا اليوم كان عندنا اجتماع لجنة الشكاوي العرائض في كذا شكوى تعمل نوياها اغلب المشاكل اللي قاعد جينا من المواطنين تحل بالاتفاق ما بين الشاكي وما بين الطرف الثاني اللي هو الوزارات الحكومية أو الحياة بس احنا مرات تصير عندنا مشكلة يعني عدم تعاون بعض الوزراء او اللي قاعد يرسلون ان يعني يفترض احنا طالبنا كم مرة يجب حضور الوزراء وراح نتكلم وراح نقول الوزير اللي ما يحضر اللجنة هذه من اهم اللي جان لجنة الشكاوي العرائض تهتم بمشاكل المواطنين يفترض الوزير المهتم بالمواطنين يحضر وعرف شنو ما يجرى في الوزارة وتوصل للرسائل ايضا التمثيل يجب ان يكون التمثيل يا الوزير يا الوكيل يا رئيس تنفيذي ما احترامنا للجميع وسبق ان ردينا الكل ونعتذر من الكل اذا ما كان صاحب قرار ولا يملك قرار اللجنة منتخذ قرار انه لا يمكن انه نخليه يدش اللجنة احنا ما يجي المواطن يشتكي واحنا نجيب ويجي الطرف الحكومي بتمثيل اقل ويقعد بس مجرد سوالف احنا ما جينا الا للنظر في حل مشاكل المواطنين ابواب المجلس مفتوحة للمواطنين ايضا ابواب اللجنة مفتوحة لجميع المواطنين اللي عنده شكاوي على جهة اللي عنده مظلمة ابواب المجلس مفتوحة ابواب اللجنة مفتوحة لجميع الشكاوي العرائض بالعكس احنا قاعد نستقبل الشكاوي اي شكوى على اي جهة اي جهة حكومية احنا نقول باسمه واسم اعضاء اللجنة واسم حتى نواب الامة كلهم ابواب اللجنة مفتوحة ابواب المجلس مفتوحة يقدم شكوته خلال فترة بسيطة احنا قاعد نقعد ايضا من الساعة 11 الى هذه الساعة واليوم طلعنا نبتشر الآن الساعة 4 طلعنا نبتشر العادة ما نطلع الا بالساعة 7 8 ليش لانه هذه احنا يعني هذه امانة لابد المحافظة عليها وتصدينا وصرنا كنواب بهذه اللجنة لحل مشاكل المواطنين بس احنا نقول ونحذر اي وزير عدم الاهتمام بحضور اللجنة احنا اعتقد لا ما نسكت راح نسمي الوزير ايضا بالجلسات الوزير الغير متعاون راح نذكر اسمه راح نذكر سواء الوزير او مني مثل اذا والله يريد يجيب لنا تمثيل اقل مستوى هذا ما نسمح لا هو ولا غيره فاحنا الوزير اللي ما يحضر باللجنة ويراعي اللجنة ويراعي شكاوي المواطنين ويكون على الطلاع مباشر مع الشكاوي عشان يعرف ش اللي قاعد يحصل في الزهارة يعرف المسائل اللي عنده ليش المواطنين اللي جاءوا لمجلس الامة اكيد فيه تقصير اكيد فيه تقصير من الجهة الثانية فواضح انه ما الجاءوا الى المجلس الامة بعد ما تسكرت الابواب مع الاسف انه بعض المسؤولين حتى ابوابه مغلقة وجود الوزير يبين شنو اللي قاعد يحصل في الوزارة ليش المواطنين اشتكوا فانا اقول يجب على جميع الوزارة الحضور والاهتمام في اللجنة لان الوزير اللي ما راح يحضر راح نتكلم في الجلسة وراح نذكره بالاسم هذا بالنسبة للشكاوي العرايض اعيد وكرر ابواب المجلس مفتوحة ابواب اللجنة مفتوحة الجميع المواطنين اللي عنده شكوى على اي مسؤول على اي كذا فانا احنا ما نقبل الشكاوي اللي منظوره امام القضاء الشكوى اللي صاحب الشكوى اللي ما له صفة صاحب اذا ما له مصرحة ايضا ما نقبلها وما له صفة ما نقبلها اذا كانت منظورة امام القضاء ما نقبلها فلابد انه يكون له صفة لابد انه يكون الشخص له مصرحة من الشكوى فأحنا أعيد وكرر أبواب اللجنة مفتوحة ونشكر في نهاية هذه الكلمة أقول أشكر أيضاً إخواناً في اللجنة على اهتمامهم أن يقعدون بهالوقت المتأخر للاهتمام وحل مشاكل المواطنين شكراً